اهلا بحضراتك وبرحب بحضراتك وبرحب بدفنا النهاردة في المحترف المتميز عمر صبحي نمرحب به دايما ومنورنا دايما في المحترف عمر مساء الخير عليك مساء الخير على حضراتك كابتناني وبرحب بحضرتك وبرحب بكل جمهير النادي الأهلي منورنا عمر دايما وعندنا ملفات كتيرة النهاردة خلينا الأول اتكلم معاك على المدير الفني الجديد للنادي الأهلي نتكلم على مدير الفني بارتغالي النهاردة كان متواجد في النادي الأهلي كابتن القطيب قبله وكل الجهاز عايز احضر رأيك في عملية السوشيال ميديا قبل ما نخش على الجزئية دا الناس بدأت تقيم المدير الفني أولا بالسي في بس بدأت تقيم المدير الفني الناس بتطلع على اليوتيوب دا بيلعب 4-2-3-1 ولا بيلعب 3-4-2 ولا 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 بدأ الناس تقيمه من قبل حتى ما تشوفه يعني عايز اخد وجهة نظرك في الحتة دي امتى فعلا يعني نقيم الناس بعد ما نشوفهم يعني لا كابتن وبخصوص السوشيال ميديا هي بوزة حاجات كتير جدا جدا في كرة القدم السوشيال ميديا بعد بتتحكم في إقالة مدربين وتعيين مدربين السوشيال ميديا بعد بتتحكم في أساليب ولعب وطرق مدربين الجماهير في السوشيال ميديا مين يعني مين اللي انت هتروح له في السوشيال ميديا تلاقيه بيكتب حاجة معينة على المدرب أو بيقيمه أو هيقيمه على أساس إيه السوشيال ميديا بوزة كتير أو في كرة القدم السوشيال ميديا بالله دلوقتي صفحات بعينها بتدعم لعيبة بعينها أو بتنتقد لعيبة بعينها أو بتهاجم أندية لأغراض أخرى خالص خير كرة القدم هي دي من خليني أقول لحضرتك برضو أن دي أحد أسباب عدم تواجد الجماهير في المدربة السوشيال ميديا بقيت هي الرد الفعل الأول للجماهير أن أنت تخش على السوشيال ميديا تكتب حاجة بس أنا على أي أساس هاخد الفيدباك بتاعي من السوشيال ميديا يعني هل اللي هيكتب على السوشيال ميديا ده درس أو تابع أو شاف بغض النظر المدرب حلوة أو وحش نعتبره أنه هو وحش طب بس اللي كتب على السوشيال ميديا ده شاف وهو حلوة أو حش هو قيمه إزاي وعلى أي أساس يقيمه بشكل أو باقر أنا دايما بنقول عندنا مشكلة في عملية التقييم دي هنا في مصر بقالنا فترات طويلة خلينا نستنى ونشوفه حتى لو أول ماتشين تلاتة كنا شكلنا حلو قوي وكسبنا مش ده معناها النجاح المتواصل ولقادر الله لو مش لسه مش فائقين ده مش معناها الفشل خلينا ناخد التجربة زي ما الناس بتشتغل برة تجربة عايز عرف رأيك في هذه التجربة وقدوم ريكاردوس سواريز ليه النادي الأهلي بص يا كابتن هو النادي الأهلي بينجح أي مدرب والنادي الأهلي بينجح أي حد يعني ممكن نجيب جوزي مورينيو في الدور المصري بس ما ندلوش مقاومات النجاح اللي ممكن ينجح بيها فايفش لكن النادي الأهلي عكس كده تماما النادي الأهلي أي واحد بيدخل المنظومة بيكون عنده سهل جدا أنه ينجح حتى لو مقاومات النجاح عنده مش مية في المين لأن هو ده النادي الأهلي وده السيستم اللي هو وضعوه النادي الأهلي النادي الأهلي مش في اسم أو اتنين أو تلاته لأن النادي الأهلي عنده منظومة نعتبر أن بكرة الصبح مفيش مدير فني النادي الأهلي مكمل وبيكسب وبينفس على الثلاث بطولات مش هيقول ايه ده ده المدير الفني طم اقلته في نص الموسم فلا احنا مخلاص مش هننفس على البطولة دي او هننفس على البطولة فلانيا اول حاجة هو ده النادي ايه تاني حاجة النادي اللي قادي عنده لجنة تخطيط لجنة تخطيط دي بتختار العناصر الفنية اللي ممكن المدرب يكمل بهم الموسم بمعنى ايه في اي نادي اخر او في اي دور تاني يجي المدير الفني يحط شروطه ده نعايز واحد اتنين تلاتة اربعة بعد ايه بمطشير المدير الفني يمشي فالاختيارات اللي هو اختارها ده يجي المدير الفني اللي بعد يقولك لأ ده مش عجباني مش اختيارات ان الاهلي مفيش كده لان النادي الاهلي عنده لجنة فنية بتقيم الاختيارات والقيم اللاعبين وعلى اساسها بيتم امداد النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي بالاحتياجات الفنية اللي الفريق محتاجه مش المدرب محتاجه اول على العكس كمان يا عمر يعني ممكن مدير فني ييجي يقولك انا مش عايز اللعب ده مش محتاجه لا أنت في الوقت دوت اللعيب ده أسد ده ملك للنادي بالضبط فممكن جدا يقول لك لا أنا مش عايز اللعيب ده وبالتالي إحنا مش النادي اللي قال يقول أه أنت مش عايز ده حنمشيه لكن ده أسد لأن ده ملك للنادي ممكن بعد فترة ده أساسيات ده موضوع ده بالضبط بالأس كده بقى أو بالإضافة لكده إن النادي الأهلي بيدي له مقومات الاستقرار والإدارة النجحة واستقرار في اللعبين على المستوى المالي والمادي والنفسي ومعه مدير كورة قوي زي كابتن سيد عبد الحفيظ اللي هو بيخلي اللعيبة في أوقات معينة تركز على دافع معين أو على بطولة معينة فريكاردو سواريج جاي وعنده كل حاجة مهيئة إنه يفوز بالبطولة هنا بقى بيتم التقييم علشان كده النادي الأهلي هو مؤسسة نجحة في إدارة ده يعني إيه بيتم التقييم بيتم التقييم بعد سواء الفوز أو الفشل في الفوز ببطولة أي أن كان الأهلي بيلعب دايماً على المركز الأول والمركز الثاني بالنسبة له فشل فبالتالي إن أنت تكسب البطولة ده العادي وإن أنت تخسر وتطلع مركز تاني حتى لو طلعته أداء جاي جداً ده فشل ليه؟ لأن النادي الأهلي منوفر لك كل عناصر النجاح طبعاً سواريش بيلعب 4-3-3 بيلعب بشكل هجومي بيضغط ضغط عالي بيلعب بالبكات طيرين طبعاً عايز أسألك في النقطة دي عمر دلوقتي إحنا بنتكلم هو الراجل بيلعب 4-3-3 خلينا نتكلم على لو أنا مدير فني جاي وأنا طريقة لعبي أو الطريقة المحببة لي يعني أكيد فيه مرونة تكتيكية يعني بيلعب بطريقة مختلفة لو أنا بيلعب 4-3-3 وجيت لقيت الأماشة اللي عندي أو اللعيبة اللي عندي الإمكانيات تسمح أن أنا ألعب 4-2-3-1 أفضل أو 4-4-2 أي أن كان أبدأ أشتغل على العملية دي إزاي؟ يعني إزاي أبدأ أشتغل على العملية دي؟ هل أستمر ووظف اللعيبة بشكل أو بآخر على سبيل المثال زي ما كيروش جيه؟ إنا كنا بنلعب 4-2-3-1 لأ كيروش جيه إحنا أنا بلعب 4-3-3 وبدأ يوظف اللعيبة في أماكن مختلفة شوية يعني في بعض المباراة خسرتنا النقاط يعني كيف يتعامل يعني ريكارد سواريز مع هذه الجزئية اللي أنت بتتكلم عليه؟ والله هو فعلا المدير الفني أول حاجة بيجي بينزل الملعب بيبصه وعنده إيه اللعيبة أو إيه الشكل اللعيبة المنطب بيه أنه هو يختارهم في الملعب على أساسها بيتم تقييم القطة اللي هيلعب بيه ودي بقى الفروض الفنية للمدرب يعني أنت عندك واحد زي بيب جارديولا هو ده أسلوبه دي طريقته وبيختار اللعيبة على أساسها بس جارديولا عنده المؤسسات اللي تقدر تتكلم لكن عندك مورينيو هو بيلعب بالشكل الإسلوب اللعيبة اللي عنده وبالطريقة الدفاعية اللي تقدر تخرجه من المباراة مش خسران يعني هو طريقة مورينيو أو أسلوب أنه هو عايز يخرج من المباراة مش خسران وده أقرب حاجة للفوز لكن جارديولا عنده الطريقة اللي هو الإسلوب الهجومي اللي دايما بيلعب بيه اللي هو بيضغط من قدام وعنده كل عناصر النجاح أو كل المؤسسات عنده المؤسسات عمر هكمل معك لأن النقطة دي مهمة جدا كمان إزاي يعني ريكاردو سوارزي هيتعامل الفترة اللي جاية ودور كمان الكابتن سامي أمصان في الفترة اللي جاية ده كمان مهم جدا هنقشوا مع عمر بعد الفصل أهلا بحضراتكم مرة تانية عمر قبل الفاصل كنا بنتكلم على ريكاردو سوارز طبعا المدير الفني لنادي الأهلي وانت قلت لي بيلعب 4-3-3 وانا قلت لك يا طرح يستمر بطريقة اللعبة ديت أم هيشوف أدواته الأول هيشوف اللعيبة إمكانياتها إيه وممكن يكون فيه تغيير في طريقة اللعبة زي ما قلت لحضرتك دي إمكانيات فنية لمدير فني بمعنى إمكانيات فنية يعني هو لازم يكون عنده التطور الكافي لأساليب الفنية اللي تخصه اللعبين بمعنى أنت عندك فيه الموسم بتلعب حوالي 66 مطر أو 60 مطر فيه الموسم سواء كاس أو كعودارة بطالة أفريقيا أو دوري أو سوبر فانتا من الاتحاد الأفريق ومن الاتحاد المصر بيتم قوية 35 لاعب لو ما تيجي تشوف جوارديولا بيكون عنده في الأيد مثلا 25 لاعب تلاقيه مستخدم من 25 لاعب دول 26 بالشباب ولا 27 بالشباب فمصر بتيجي تشوف الأهلي عنده 35 لاعب الدكة زي الأسيين بس بتلاقي الموديل الفني مستخدم منهم 18 لاعب بس أو 17 لاعب بس فدي لازم الموديل الفني الجديد يكون جاي لا وعنده تنوع في الخطة وعنده استخدام لكافة اللعبين بالأشكال المتنوعة للخطة وده اللي بيوفره له النادي الأهلي يعني لو جيت بص على دكة النادي الأهلي هتلاقيها أقوى دكة موجودة في الدور المصري وفي أفريقيا عندك اللعبين اللي موجودين على الدكة برة يلعبوا أساسيين يعني أنت الأهلي عنده أقوى مهاجم في الدوري وعنده تاني أقوى مهاجم في الدوري محمد شريف وحسام حزان وعنده أقوى وينج وتاني أقوى وينج وعنده حمدي فاتح وعمر السلية وقاليو ديانج أحسن ثلاثة مدفلدر في مصر وعنده بدر بنون وياسر إبراهيم ورمي ربيعة وآيمن أشرف وي 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 وأسماع كتير قوي محمد عبد المنعم ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي محمود متولي ده لو خذت فرصته الحقيقية تحت استشفاء حقيقي ليه هيبحث المدفع في الدوري المصري لأن محمود متولي فعلا عنده إمكانيات بدنية قوية على المستوى الدفاعي هايلا هايلا وكنا شايفينه مع الإسماعيلي كان لعيب أكثر من رائع فلازم المدير الفني اللي جاي يكون عنده تنوع في الفكر وتنوع في التك تيك اللي هو يقدر يخرج به المية في المية من كل اللعبين شوفنا أكرم توفيق كان أصلا في الناشئين بيلعب متفلدر بيلعب نص ملعب دفاعي لكن لما راح في الباك يمين وتطور في الباك يمين وبقى هو الظاهير الأيمن الأساسي لمنتخب مصر ولي النادي الأهلي لأنه تطور في الجزئية دي ولعيبة كتير على نفس المنوال ولعيبة كتير على نفس الشكل حسين الشحك كان باك يمين أصلا دلوقتي هايلا يمين فهو تغيير اللعيب وتغيير نمط اللعيب واستخراج الأفضل فنية من اللعيب هو ده إمكانيات مدير فني ويتطور لمدير فني أنت شايف إيه أهم جزئية لازم يصلح فيها في فرقتنا النادي الأهلي يعني سوارز يشتغل على إيه ويشتغل عليه سريعا جدا الفترة الجاية عشان يحسنها إيه النواقص اللي عندنا اللي أنت شفتها خلال يمكن أربع خمس مانشاط اللي فاتوا أو على مدار الموسم خلينا نتكلم بصراحة جابت أنه يعني مش عايز حد دايما نحن خسرنا كتير جدا نفسيا نفسيا يعني أول حاجة المفروض يعاد هيكلتها في النادي الأهلي أو يعاد المدير الفني يشتغل عليها هي عودة اللاعبين نفسيا لأن انت خسرت كتير جدا من اللعيبة على المستوى النفسي يعني إيه على المستوى النفسي لعيب كنت بتنزله في الديئة التسعين وعايزوا يكسب من المطش في الاثنين مثلا لعيب تاني ما تجدوش فرصة كاملة في المشاركة وهو كان الأحق بيها لعيب تاني بدون ذكر أسماء لعيب ابتدى نجوميته تزداد نوعا ما فهو نجوميته مش قد إمكانية اللادي الأهلي فده أثرت عليه نفسيا فبدأ يتصاب كتير من كلامك ده عمر قادر أقول أن احنا لسه مزن هنا في مصر عندنا قصور شوية في عملية يعني نتكلم على صف كبير جدا حوالين المدير الفني ولكن ينقصنا هو يعني الجزئية دي بتتكلم على المسؤولي النفسي أو مش هقول دكتور نفسي لكن هي عملية أن يكون فيه حد متابع نفسيا حتى على مستوى أوروبا الناس شغالة كده عشان تكونوا عارفين يعني في أوروبا فيه واحد متخصص نفسيا بيتكلم في النقاط دي لما بيلاقي لعيب أو الكرب بتاع اللاعب بدأ ينزل لا بدأ هيتكلم على المدير الفني لكن كمان برا الملعب يتكلم مع أخصائي نفسي يشتغل عليه يقوله تعمل إيه وده مش عيب للأسب لسه عندنا في مصر الثقافة يعني اللعيبة مجنين يعني للأسب بناخدها بهزار لكن ده جزء مهم جدا وانت تكلمت فيه بشكل أكثر من رؤى ده مهم فعلا مع كابتن مودي جزء من شغلانتنا زي معه النفسي ده مش بس أنه مد وحش فبينزل لعب وحش لا هو النفسي ده ممكن في ارتقاء في الكورة الإشارات بتاعة مخ توصل للرجل غلط تنزل تجيبه أكيلس ولا صليبي ما هو ده النفسي يا كابتن ممكن لعيب يكون نجوميته زي ده الناس بتمشي تسلم عليه في الشارع وهو مش قد نجومية النادي الأهلي بينزل كل مطش متوتر بالضغوط ممكن الضغوط تأثر عليه كل مطش متوتر هتاخد من لعيب كل مطش متوتر هتاخد من لعيب كل مطش متوتر عايز ينزل يدي أكتر من اللي عنده فمش هتعرف تطلع منه حاجة هو ده النفسي فللأسف للأسف فمصر ما بنشتغلش الحتة دي وزيادة على كده في ناس فقط تتثقى في نفسها يعني بالإضافة لأن الناس عندها ثقة زيادة في نفسها أو خدت نجومية مش نجومية لا ده في ناس في النادي الأهلي فقدت الثقة في نفسها أو في لعبين في النادي الأهلي فقدت الثقة في نفسهم فلازم المدير الفن الجديد لا يدي الفرصة يشوف من أول وجديد ويدي اللعيبة وعنده كتير وعنده كتير وشوفنا يعني إن شاء الله أكرم خلاص المفروض رجع بعد أسابية عنده لعيبة زي محمود متولي المفروض رجع عنده بدر بنانون المفروض رجع عمار حمدي المفروض يعني قرب يرجع إن شاء الله في مجموعة لكن برضو السؤال اللي هسأله لك قبل من طلع فاصل إيه الجزء الفني اللي انت شايف إنه لازم يتصلح بسرعة جدا في فرقة النادي لها لخلال الفترة اللي جاية لازم يشتغل عليها بشكل كبير للمدير الفني الجديد الجزء الدفاعي جزء الدفاعي اه جزء الدفاعي احنا شوفنا في الفترات الأخيرة النادي الأهلي عنده مشكلة دفاعية كبيرة جدا سواء في التخطيئة العاكسية سواء في التمركس سواء في التك اوف في الارتقاء لخروج الكرة سواء في نقل الكرة من الدفاع لنصف الملعب دي النادي الأهلي فيها عنده مشكلة كبيرة جدا إحنا بنشوف المدافعين المفروض مدافعين كبار وبيلعبوا أسيين منتخب مصر ولكن مش قادرين يقال الراجل الكورة ماتش يسموها ثلاث أخطاء بسبب ميز باس ميز باس دي مش شغله مدرب مش شغله أي حد مش شغله لعيب أنه هو مركز ويشتغل على نفسه يعني إيه ميز باس تروح في ثلاث مرات لمهاجمين لفريق سموها ومنها من ثلاث أخطاء يجي ثلاث أهداف ده أنت بتلعب فريق كبير النادي الأهلي النص فرصة المفروض تيجي جون مالينه النص فرصة اللي عليها تيجي جون لأن المهاجم اللي بلعب ضد النادي الأهلي عارف أنه مش هجيله فرصة كاملة عارف أنه هجيله نص فرصة وعايز يستغلها صحيح والنقطة الثانية كمان عايز أدفها إن إحنا بنخلق فرص كبيرة جدا جدا للتهديف ده في حد ذاته شيء رائع إنك تخلق كم الفرص دي في مباراة واحدة فرص كتير اللي ضايع فأنت شايف برضو عندنا ديفوه في الحتة داية إن إحنا بنخلق فرص ده شيء عظيم لكن ترجمة ده النص التانية يا كابتن دي اللعيبة اللي فقدت ثقة في نفسها لازم المهاجم يكون واصق في نفسه واصق إنه يخش محمد شريف أول ما جن النادي الأهلي كان بيسجل من نص فرصة حسام حسن كان أحسن مهاجم في مصر قبل ما يجي النادي الأهلي وقبل ما يبتدي ثقة في نفسه لما اللعيب يعني بشوفنا برشلونا كان في عندك 11 لعيب في الملعب كل مطش عايزين ينزلوا يثبتوا نفسهم برشلونا ما عملتش أي حاجة خسرت الموسم كله وما طلعتش بالطولة برغم إنهم كلهم عندهم إمكانيات إمكانيات هايلة جدا وبيلعبوا في منتخب أسبانيا وبيلعبوا في السين وكمان بيلعبوا كويس جدا فلازم اللعيب لما يكون عايز يثبت نفسه كل مطش مش عملا ما يتأخذ منه حاجة فأنت لازم تديله على المستوى البدني وعلى المستوى النفسي ما يؤهله إنه هو يبتدي يلعب عادي طبيعته فهيبتدي يسجل زي محمد شريف وحسام حسن ده بأكد لسه كنت بأتكلم معاك في موضوع لوكاكو يعني أنا برضو إنت دخلت في نقطة مهمة جدا إن على مستوى اللعيب الكبيرة كمان بتتكلم على حجم مهاجم زي لوكاكو النجاح الرائع مع الإنتر وفوز بالسيريا آ ثم العودة للشيلسي وطخل وعدم الثقة فيه وبالتالي فقط الثقة في نفسه فأدى أداء واحش فاريع تاني للإنتر فدي عمل لهم جدا تتكلم على الطوب بلاير يعني نتكلمش على لعيبة كمان على المستوى المحلي بتتكلم على طوب بلاير في العالم يعني لوكاكو في الدور الإنجليزي صفر في الدور الإيطالي أحسن مهاجم يعني تغيير تغيير فعلا مش ممكن ليه هو الموضوع نفسي موضوع نفسي أكتر منه بدني ثقة مدرب وأتيتود العيد انطباع لعيب عن الدور اللي بيلعب فيه وإمكانيات لعيب في تقديم الدور اللي بيلعب فيه وهو عارف أن هنا فريق معتمد عليه بالشكل فلاني وعارف أن هنا مدير فني مش بيحبه أو مش عايز يعتمد عليه حمد المشكلة معنا طيب تعالي نروح لملف تاني خالص ترشحات الفيفا طبعا لأفضل نادي في أفريقيا لـ 2022 أكيد التسع عندها بجانب النادي الأهلي مرشحة للفوز بهذه الجائزة جائزة أفضل نادي في العام 2020 شايف فرص النادي الأهلي إزاي مع وجود أندية كمان على مستوى عالي جدا حياة كابتن هو اللي تحضل أفريق الكورت القدم يعني يعني مش عشان أنا في قناة النادي الأهلي ولكن النادي الأهلي فعلا فعلا ومحمد صلاح تظلمه لعدم إقامة الحفلة دي في آخر موسمين لأن تم الغال حفلة بسبب كورونا ولأسباب ما دي أخرى يعني النادي الأهلي بشكل أو بآخر فعلا تظلم لأن في المسلمين اللي فاتوا كان النادي الأهلي هياخدها من غير من غير أي نادي يكون منافس لي ولو حتى منافس عن كرب ولكن حتى الآن يعني لازم الأهلي يكون موجود في أفضل أفضل طبيعي دا العادي بتاع النادي الأهلي أفضل ضبط يعني دا طبيعي يعني لو ما خدوش النادي الأهلي هياخده بي لا وجود ثلاثة أندية مغربية يعني منتكلم على الرجاء وتتكلم على الوداد وتتكلم على نهضة بركان تشايف الكيرف رايح خلاص على مصال أفريقي للأندية الأفريقية يعني لازم كمان نعمل حسابنا للجزئية دي مهمة جدا لو في بعض الناس بيشتغلوا على الجزئية دي أن السيطرة الأفريقية تبقى للمغرب لازم احنا كمان نشتغل على دوت بقصص علمية ولازم نحضر نفسنا بشكل كويس لا احنا فقدنا السيطرة على الاتحاد الأفريقي مصر فقدت السيطرة بشكل كامل على الاتحاد الأفريقي وده مش من دلوقتي لأدام الزوائن ابتدى يأثر دلوقتي يعني بمعنى بشكل أو باخر خلاني نتكلم استضافة المغرب لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقي نعتبر أن الاتحاد المصري سنقدم هو فشل من الاتحاد المصري لعدم تقديمه لاستضافة المباراة لكن نعتبر أن الاتحاد المصري سنقدم ونعتبر أن المغرب ستقدم معنا فهيجي في الآخر المكتب التنفيذي سيصوت على استضافة مصر أو المغرب للحدث كان مين اللي هيكسب؟ كان المغرب اللي هتكسب برضو ليه؟ لأن مصر فقط تسيطرها على الاتحاد الأفريقي المغرب يا كابتن هاني بتصرف على 26 اتحاد من الاتحادات المحلية في أفريقيا بتصرف عليهم إزاي؟ بتصرف عليهم من معسكرات من تحضيرات لمنتخبتهم من مباريات ودية لأنديتهم من معسكرات لأنديتهم من عزمات وغيره 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 في المغرب هو ده اللي المغرب بتسيطر به على الاتحاد الأفريقي المغرب بتقدم كل حاجة لأكتر من نصف اتحادات القرى فبالطبيعي يكون الأصوات القرى رايحة للمغرب دور الاتحاد المصري فين؟ دور القائمين على العمل الرياضي في مصري فين؟ ده أنا بكلمك عليه برضو يا عمر احنا كل الاحترام لدولة المغرب الناس بتشتغل لصالح بلدها بزبط ده شابو ليهم لكن أنا بتكلم أننا لازم كمان على المستوى الاتحاد الأفريقي لازم ناخد خطوات ونسبق شوية لأن الموضوع مع الوقت هيبقى صعب خلينا نتكلم تشحاتك تفتكر مين هيفوز طبعا يعني بنتكلم على برضو أقول لك الأندية نتكلم على الوداد البيضاوي الرباء ونهد البركان من المغرب نتكلم على أورناندو من جنوب أفريقيا أهل طرابلس والاتحاد من ليبيا مازنبي الكنغولي بيترو أتليتيكو الأنجولي وفاق ستي في الجزائري طبعا بجانب النادي الأهلي المصري شايف ممكن تروح لمن والله أنا بالنسبة لي طول ما يعني بصد أنا عندي اقتناع في حاجتين طول ما الأهلي بيلعب في أفريقيا فالمفروض هو أحسن نادي وطول ما ميسي بيلمس كروت القدر فالمفروض هو أحسن لها جدع جدع بالنسبة لي كده ولكن واقعيا تقريبا يعني أعتقد أنها الودادة يخدها لأنه يعني بطل دوري أبطال أفريقيا بجانبه كمان كسب الدوري المغربي بس على فكرة الرجاء متفوق بشكل فنيا أكبر بكتير من الوداد يعني بس الرجاء للأسف قبل الأهلي في نص النهاية فالأهلي قدر يخرج الرجاء فعلشان كده الوداد كان عنده حصوص أكبر يعني في الفوز بالبطولة طيب ده على مستوى الأندية كمان كان فيه ترشحات على مستوى المدربين طبعا فيه مدربين كتير جدا طبعا والد الركراكي وكيروس كيروس موسماني وأليو سيسي أعتقد أن أليو سيسي خلينا نروح للمنتخبات الأول كمان على مستوى المنتخبات طبعا بص أنا هقولك حاجة لاحستها وعايز أن أقشها معك يعني فيه عشر منتخبات بجانب مصر السنغال الكاميرون تونس المغرب بوركينا فاسو غينيا الاستوئية جزر القمر مالي وجنبيا دول زي ما حضراتكم شايفين السؤال اللي عايزة أسألها لك عمر أنت بتتكلم على بوركينا فاسو غينيا الاستوئية جزر القمر مالي وجنبيا في غياب نيجيريا غانا ساحل العاج الجزائر ده ما بيدلش أن الخريطة على مستوى أفريقيا بتتغير بشكل أو بآخر وأن بنتكلم دلوقتي على فرقة زي جزر القمر موجودة في ترشحات أفضل منتخبات على مستوى أفريقيا بنتكلم على فرقة زي مثلا بوركينا فاسو لكن سنغال المغرب مصر الكاميرون ده تمام لكن مش موجود غانا مش موجود ساحل العاج مش موجود بالرغم من غالة أهالة كاس العالم بالضبط الجزائر الجزائر بطلت أفريقيا النسخة قبل اللي فاتت فده دليل يعني أولا مين بترشح مين من العشرة دول الفوز بهذا اللقب والسؤال الثاني والأهم ده بيدل إن خريطة الأفريقية والمنتخبات الأفريقية اللي إحنا زمان كنا بنقول عليهم مستوى تاني وتالت لا ده موجود ثلاث أربع منتخبات مرشحين أو في العشرة المرشحين للحصول على أفضل منتخب أفريقيا اللي 20-22 نسخة 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 ن أقلم في المنتخب ده فيه مثلا ما قلش عن 22 محترف مصر ما فيش مصر ما عندهش خطة مصر ما عندهش خطة مصر ما عندهش خطة اللاندية بتاعتها اللي بيحصل في أفريقيا هنا ما هو إلا أجذوبة كبيرة لكن بص على المنتخبات الحقيقية هو أنت يعني في آخر خمس سنين شفت فرقة سنغالية بتاخد دورة أفريقيا أو بتسعد من دور المجموعات أو بتروح دور المجموعات مفيش لكن بص على منتخب السنغال يلعب نهاية دورة أبطال أوروبا منتخب كله كله مجوم أقل أقل كوية ما فيهم ب 25 مليون دولار بمليون يورو في المركات الحالي حتى جزر القمر بالظبط حتى جزر القمر عنده 25 لعب محترف يعني ده الشغل يا كابتن ده الشغل ده الناس اللي عايزة تأهل اللاعبين بتاعتها ده الناس اللي عايزة فعلا تحقق حاجة وتوصل لحاجة لكن احنا ما عندناش اتحاد عايزة يوصل لحاجة احنا عندناش اتحاد يفضل موجود على على الكراسي وان هما يتم انتخابه مع الكراسي وهم يأخذوا يقولوا يا بأس الناس بتقول في خطة وفي تطوير الفترة اللي جاية أنا معاك كمان خلي بالك ما هو الناس تقولك ما للاتحاد ما الانداء ما بتطلعش اللاعب عشان تحترف خلي بالك ده جزئية مهمة جدا ان لازم الاتحاد يكون هو صاحب يد العليا لانه هو المسؤول عن المسابقة والمسؤول عن تطوير اللاعب في مصر وبالتالي ان انت ممكن جدا بطرق متعددة انك تشجع الاندية انها تخلي اللاعبة محترفة ممكن تشجيع على مستوى مادي ممكن تشجيع على مستوى معين تشجيع الاندية المحبي الجيجا legitimately يجب اللاعبة تحت السن وما بينفعه انتoncé تكون التحدير عايز تقويد دورك وعايز تخلي اللاعبة محترفة وعندك 5 محترفين في الاندية ممكن لد عايزة القائنة انها تجلب الأهل تشجいる عميسي محترفين وهيجبهم لعايبة كبار جدا عشان استوفيلا من المحترفين لانه لو الأهل وقلعهم ل Disease 어떻게Ó اي نادي في الدورة هيجيبهم مع فلس هيجيبهم هي دي الفكرة انت زي مخلي خمس محترفين ولا اربع محترفين ليه ما انت عملك القايمة 35 واحد 35 لعيب في القايمة اما تخليها 30 وتصفر الباية برا وتطلع التاني وتطلع الجيل التاني التاني تخلي اللعيبة اللي تحت السن دي ما تعمل دور رديف يا كابتن ما انت لو عملت دور رديف هيبى فيه نظرة ما هو الدور ده برضو خلي بالك الله ارحمه كابتن محمود الجاري كان عايز يتممه بس ده انا شايف ان ده دور مهم جدا وخلي بالك الدور ده ممكن يتعامل كل سنتين هتقول ليه كل سنتين عشان يخدم المنتخب الولمبي انت بتتكلم دلوقتي مثلا الفين واحد الفين واحد هو دلوقتي اللعيب بتاعت الفين واحد عندها 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 اولمبياد اولمبيك خلاص فرانس 14 اه خلاص اللعيبة دي فين المسابقة دي فين وبالتالي لازم يكون عندك مسابقة انا على مستوى وانا كنت بالعب في المانيا نزلت لعبت مع فريق الرديف لان كنت راجع من الاصابة فمش هتقهلت معهم واخدت ثقة ورجعت وبعد انت رجعت فوق اولا بتقوي كمان المسابقة تخيل انت الاهلي بلاعب الزمالج في دور الرديف خليها دور الامل على مستوى ممكن اثنين ثلاثة من اللعبة النادي الاهلي اللي لسه راجع من الاصابة او عايزة تاخدم مباريات بلعبه من هنا ومن هنا والزمالج والماتش بتزيع وفيه سفونسر ليه وبالتالي انت بتقوم جيل بحاله يبقى سهل جدا على المدرب بتاع المنتخب الولمبي انه يناقي لعيبة مميزة من الدور ده ففيه شغل كتير جدا جدا عندك فرصة ان انت تطلع لكن انت ما عندكش حاجة خالص يا كابتن احنا ما عندناش الاعتماد على المدارس الفنية على الاجيال اللي تحت خالص احنا ما فيش كلام ده احنا عندنا اللعيب يفضل موهبة شابه لحد تسعة عشرين سنة يعني مش كده بره احنا عندنا ان سفاتي وجافي وفينيسيوس كل اللعيبة دي يعني ستاشر سنة وسبعتاشر سنة وبدري تسعتاشر سنة لعيبة صغيرة جدا كابتن انت بتتكلم على عندنا التخيل عندك انت لعيب ستتاشر سنة يطلع يلعب في الدوري المصري مبابي عنده ثلاثة عشرين سنة او مبابي احسن يعني محال انت عنده واحد عشرين سنة مصري ما فيش ما يهيئ ان انت الناس مش مهيئة للنجاح الشباب يعني انا معاليش يا كابتن لما تيجي اختبارات اللعيبة الشباب الصغيرين اختبارات الناشئين لما لعيب ناشئ يروح يختبر يفضل قاعد في الشمس من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 2-3 العصر هيطلق هيختبر ازاي لما تروح تخلي الاختبارات الناشئين لما انت لعيب ناشئ مثلا يعني انت مثلا معروف ان في اسوان او في الحتة النوبة اللي تحت او في الصعيد من تحت عندهم قوة بدنية وعندهم نفس طويل وعندهم جارية كبير الراجل دال عشان يجي اختبر هنا عايز يوم سفر ولا يومين سفر ويوم راحة وكل ده بص عمر انت ما بتروحش اصلا كالتحكرة طوحنية ده ملف يا عمر وفي حاجاتك لا يعني ده ملف ولازم لازم بقول لك الناس لازم نشتغل من ده عشان نتكلم على المستقبل وفي الاخرى نجيب مدير خاني اجنبي يعني للأسف خلينا نتكلم ترشيحاتك ايه يعني بالنسبة لترشيحاتك لأفضل منتخب افريقي في 2022 لا طبعا منتخب السنغال هاخده رقم واحد منتخب متاهل كاس عالم واخد كاس امم افريقية اخيرة اعتقد منتخب السنغال هو المنتخب الاقرب لحصد الجائزة يعني واعتقد ان ما فيش منافس طيب على مستوى ابضل لعب طبعا لعيبة كتيرة جدا جدا في افريقيا بتلعب في الدوريات الكبرى في اوروبا طبعا على رأسهم محمد صلاح رياض محرز في البريمير ليج فيه 30 اسم يعني وعلى مستوى على مستوى تواجد رباعي منتخب مصر نتكلم على محمد عبد المنعم طبعا النادي الاهلي ومنتخب مصر محمد النني أرسنل محمد صلاح ليفر بول ومحمد الشناوي منتخب مصر والنادي الاهلي طبعا وجود يعني أليو ديانج كمان موجود علي معلول موجود بجانب طبعا اللعابة الكبار بتتكلم أشرف حكيمي سادي ومانيه نبي كايتا أبو بكر الكاميروني فرانك سي لاعب طبعا إيسي ميلا يعني بتتكلم على كلهم لعيبة على مستوى عالي جدا والأسماء قريبة ولكن من وجهة نظرك الأفضل على مستوى أفضل لاعب في أفريقيا ليه 20-22 يعني هو سادي ومانيه يكون في منافسة كبيرة مع محمد صلاح لو جينا بزينا على كل أرقام محمد صلاح هتلينا كده أربع أسماء أول أربع أسماء سادي ومانيه ومحمد صلاح رياض محرز مثلا رياض محرز أشرف حكيمي أعتقد ممكن حكيمي يعني فرانك طبعا فرانك سي لا يعني حكيمي علشان اتأهل لكاس عالم يعني دي في أفريقيا بتفريقا لكن يعني لو جينا بصينا على كل أرقام سادي ومانيه ومحمد صلاح هتلاقي محمد صلاح متفوق في كل أرقام الفردية على مستوى النادي صحيح مانيه متفوق في كل أرقام الفردية على مستوى المنتخبات فللأسف للأسف محمد صلاح يعني يعني لو على مستوى الانديه والأحق في الفوز بيها ولكن المنظومة ما خلتوش يعني المنظومة اللي بتساعده ما خلتوش يكون أفضل على مستوى المنتخبات لكن على مستوى الانديه محمد صلاح هتدف عن مانيف دوري أبطال أوروبا وهتدف الدوري الإنجليزي وعلى أسست في الدوري الإنجليزي يعني أعلم مانيف كل حاجة تقريبا لكن للأسف مانيه خد البطولة ورحكس العالم على حساب مصر الاثنين فأعطاكم أنه يكون الأقرب في الأقرب سادي مانيه طيب خلينا نروح ليه على مستوى المدربين كأفضل مدرب في أفريقيا لـ2022 طبعا موجود كيروش موجود طبعا بيتسي موسيماني وطبعا يعني مدرب الوداد ريكراك موجود بشكل كبير دي أسماء الناس الموجودة طبعا موجود كيروش موجود بيتسي موسيماني ووليد طبعا ريكراك موجود طبعا بشكل كبير كمان مدرب المنتخب المغربي ما عرفش إليه حطينه وحيد غلازي ما بس عشان رحكس عالي طيب برضو اختار لي كده 2-3 وقل لي 1-2-3 من وجهة نظرك هو اليو سي سي رقم واحد اليو سي سي ده مدير الفني المتخب السنغال بعده هيكون وليد ريكراك لأنه كسب مع ريكراك لأنه كسب مع الوداد البطولة أخذها من الأهلي لو أخذها من الأهلي تتحليه يكسب يعني إنه أخذها من نادي تاني ممكن تكون يعني مش مرشح للجائزة زي أن هو أخذها من الأهلي تخيل أنه كل دول كانوا في البرو يعني باستثناء كيروش كانوا في البرو مفيش ولا مدير فن اللي هو أنت في البرو وما فيش ولا مدير فني مصري كان موجود فيها يعني للأسف عندنا برضو الجزئية دي في موضوع اللايسنز محتاجين فيها الشغل وأعتقد اتحاد الكرة يشتغل عليها لأن البرو زي ما قلتلك يمكن في الفاصل أنك عشان تأخذ البرو لازم يكون معاك الاي لايسنز الأول فاعتقادي برضو الاي لايسنز مش مجدودة مع مدربين كتار في مصر ودي ودي قضية كمان عمر لازم نقف عندها لأن عشان تطور وأنا انت شفتيني وأنا بقدم يمكن موضوع الأكاديميات وقلتلك أن في مدربين الأكاديميات أو قطاعات النشئين في الدوريات الكبرى في الأندية اللي أنا تكلمت عليها ده لازم يكون دارس على الأل معاك الاي ومعاك البي على أل حاجة وفي مدربين معاهم البرو ليسنز لأعلى رخصة وبيشغال بها في تطوير اللاعبين وبالتالي منظومة الترخيص أو رخص المدربين المصريين لازم يكون لها حل مفيش مدرب يشتغل إلا بيكون معاك اللايسنز إلا بيكون معاك الرخصة ده على مستوى الأندية أو على مستوى قطاعات النشئين اللي لازم يكون موجود أنا لما كنت شغال في ليرس البلجيكي كان معايا الاي وانت لازم يكون معاك البرو فحتى كنت أنا قاعد كمدير فني ولكن اللي بكتب على سكورشيت كان واحد معا البرو لأن أنا شغلي أثناء وأنا خدت الاي وأنا شغلي بشتغل بيتحسب ساعات عمل من البرو عشان لما أقدم على البرو قال لهم والله أنا في الفترة ديت أنا خدت الاي لكن بعد الاي اشتغلت مدير فني الليرس في الدورة البلجيكا وبتتحسب ساعات من ساعات العمل وبالتالي منظومة عايزة شغل كتير جدا مين بقى اللي يعمل كده كابتن؟ مين اللي يعمل كده؟ لا ان شاء الله يعني احنا في مصر والاتحاد الكورة ان شاء الله نعمل طيب هم عارفين لها لك بيقوله؟ موضوع البرو طيب نروح لأفضل لعب نتكلم على ايه؟ خلاص خلصنا خلاص خلصنا أفضل لعب أفريكي هو بيقول سادي ومانية احنا بنقول يا رب يكون صلاحة يا رب يكون صلاحة اكيد طبعا وصول السنغال لكاس العالم وكمان حصولها على البطولة الافريقية اكيد بيدعم طبعا أصوات سادي ومانية عمر بنشكرك شكرا جزيلا يعني موورتنا وشرفتنا كالعادة ودايما يعني بنستمتع بوجودك بشكر حضراء الكابتن اتمنى ان انا اكون ضيف خفيف على الناس كلها وعلى جمهور ضيف مميز دائما بلاخلي الكابتن ويعني والله احنا كلنا بنتكلم في صلاحة الكرة المصرية صحيح كلنا نفسنا الكرة المصرية تنجح وكلنا نفسنا ان احنا نكون اقوى دوري في العالم ونفسنا يكون عندنا محترفين محسن محترفين في العالم ما بننتقدش حد بالاسم وما نعرفش ان احنا ننتقد حد بالاسم احنا بنتكلم للصلاح العام وده الاهم يعني فانا اتمنى ان اكون لا انت تمام وكلنا بنتكلم لان احنا شايفين ان مصر تصحيقه الافضل وخلي بالك إحنا بنتكلم كده عشان عارفين إن إحنا عندنا الإمكانيات إن إحنا نحقق ده بس نحط بس رجلنا على أول الطريق إن شاء الله شكرا يا عمر شكرا جزيلا طبعا متواصلين مع حضراتكو بعد الفاصل ونجمنا المتميز محمد الباز